ضمن احتفالات كنائس العالم بعيد ارتفاع الصليب المقدس بحسب الطقس الغربي أقيمت في العديد من الكنائس الأردنية القداديس الاحتفالية بهذه المناسبة المباركة بحضور المطارنة والأباء الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وحشود غفيرة من المؤمنين فضائية نورسات ومن خلال مكتبها الإقليمي في عمان وانطلاقا من رسالتها الإيمانية قامت بتغطية العديد من هذه الاحتفالات وأعدت التقرير التالي تحتفل الكنيسة المقدسة في الرابع عشر من شهر أيلول من كل عام حسب الطقس الغربي بعيد ارتفاع الصليب المقدس وبمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على تأسيس بيت العناية الإنسانية في الفحيس المتزامني مع المناسبة المباركة أقيم احتفال اجتمل على قداس إلهي ترأسه الأب جهاد شويحات النائب البطرياركي للاتين في الأردن بمشاركة عدد من الأباء الكهنة والراهبات وجمع حاشد من المؤمنين من مختلف الكنائس وألقى الأب شويحات عظة القداس تحدث فيها عن معاني الصليب في حياة الإنسان المسيحي داعيا العائلات إلى الالتزام بتعاليم الكنيسة وإرشاد أبنائها على طريق الإيمان الصحيح مين حمل الصليب مع السيد المسيح سمعان الشيخ سمعان القيرواني مين اللي بيحمل عنا عن أهالينا في هذا الدير الأوزاع ويضحوا بحياتهن بسبابهن بكل ما لديهن من طاقة ومن محبة من الذي يخدم راهبات الصليب فالصليب بالنسبة إلىنا هو فخر ولكن أعظم من ذلك هو رسالة وفي نهاية الاحتفال الذي رافقه مع زفات من أداء كشافة دير اللاتين لفحيص وشبيبة الكنيسة تمت مباركة وتوزيع ثمار الرمان على الحاضرين واختتم بدورة احتفالية انتهت بإشعال النار كتقليد سنوي بهذا العيد وفي كنيسة السيدة العذراء للروم الكاثوليك جبل عمان أقيم قداس إلهي بمناسبة عيد ارتفاع الصليب المقدس بمشاركة كنيسة مار يوسف للاتين وحضور المدبر الباطلياركي لأبرشية الروم الكاثوليك في الأردن الأب الأرشمندريت بورسنسا وقد رأس القداسة في كنيسة السيدة العذراء الأب نادر سوق بمشاركة الأب فراس نصراوين كاهن رعية مار يوسف والأب عماد بواب كاهن مطرانية الكاثوليك أم السماق وحضور جمع غفير من المؤمنين وفي عظة القداس تحدث الأب سوق عن أهمية ومعاني هذه المناسبة الإيمانية المباركة وعندما كتب بولوس الرسول نشيد المحبة في رسالته الأولى إلى أهل كورينتوس الفصل 13 ذكر الفضائل الإلهية الثلاث أعني الإيمان والرجاء والمحبة يوم الجمعة العظيم ماذا يمكننا أن نسميه يوم الجمعة العظيم يوم الإيمان بيسوع المسلوب يوم الإيمان بيسوع المسلوب الذي صلب على الصليب لأجلنا ولأجل خلاصنا فأصبح الصليب أداة خلاص وحياة وبركة ونحن عندما نرسم إشارة الصليب نعبر ونعلن عن إيماننا بالأسرار الإلهية الثلاث تل القداسة إقامة مسيرة مضاءة بالشموع وأعقبها إشعال النار ومباركة وتوزيع حبات الرومان في ساحة كنيسة مار يوسف لصليحك يا سيدة وفي هذه المناسبة المباركة أيضاً احتفلت رعية القديس يحن دي لسال لفرير بعيد رفح الصليب المقدس حيث ترأس القداس راعي الكنيسة الأب إبراهيم نفاع بمشاركة لفرير داود كساب وجوقة الكنيسة وعدد كبير من المؤمنين وفي العظة تحدث راعي الكنيسة الأب نفاع عن قدسية وسر الصليب المقدس ومعناه في حياتنا كونه علامة المجد والانتصار على الموت وفي نهاية القداس توجه الجميع إلى ساحة الكنيسة للمشاركة في إضاءة النار تلاها مباركة وتوزيع الرمان على الحاضرين كرمزية للإحتفال وتقديم الضيافة كما احتفلت رعية مرشرب المارونية في عمان بعيد ارتفاع الصليب المقدس وذلك في قداس احتفالي ترأسه قدس الأب جوزيف السويد وسط حضور كبير من المؤمنين وعقب القداس تم مباركة وإضاءة شعلة النار في ساحة الكنيسة كرمز أساسي في هذا العيد افتكر الشيطان عدو جنسنا إنه آخر شي بيقدر يعمله تيوقف حركة يسوع تيوقف عمل يسوع تيوقف برنامج يسوع هو إنه يزلوا لمن بياخدوا بيسحبوا على الصليب وبيحطوا على صليب العار بالحقيقة كل الناس افتكرت بالموجودين بين ألفين سنة افتكروا إنه هيدا النهاية ويسوع ارتضى بحكمة أزلية ارتضى إنه يروح معه للآخر يروح معه على وكره والوكر تبعه ما كان بس الصليب كان إنه يفوت على ملعب الشيطان على وكر الشيطان وهونيك يسحق راسه هونيك بيوكره وكر الأفعى أختي ما بتلعبه مع الدنب بتلعبه مع الراس افتكر الشيطان إذا سحب يسوع على الصليب بيكون انتهى منه خلى كل العالم تتطلع فيه وتقول هيدا هو اللي كلنا ماشيين وراه وأكيد يسوع مثل ما سمعته بإنجيل اليوم وأنا عندما أرتفع أجتذب إلي كل أحد خلى كل الناس تتطلع ترفع عيونه شو بدي ألكون الليلة ارفعوا عيونكن ما تضل عيونكن بالأرض كما احتفلت رعية القديس مخايل للاتين في السماكية بذات المناسبة بإقامة قداس احتفالي لعيد ارتفاع الصليب المقدس حيث ترأس القداس في ساحة الكنيسة الأب خالد قمو كاهن الرعية وعاونه في الخدمة الشماس الإنجيلي زعل إحجازين وسط حضور كبير من المؤمنين وبعد القداس أخيمت الدورة التقليدية في شوارع البلدة حيث تم إشعال النار المقدسة وتوزيع ثمار الرماني على الحضور وفي كنيسة القديس جوارجس للروم الكاثوليك لفحيص ترأس الأب بورس حداد وبمشاركة الأب حكمة حددين والأب خالد شعبان القداس الاحتفالي الذي أقيم بمناسبة عيد ارتفاع الصليب المقدس بحضور جمع من المؤمنين وبعد القداس أقيمت الدورة التقليدية في شوارع البلدة حيث تم إشعال النار المقدسة وتوزيع الرماني على الحاضرين كما احتفلت رعية يسوع الملك بعيد ارتفاع الصليب المقدس مع جمع من المصلين حيث ترأس القداس الاحتفالي كاهن الرعية ألب سليمان شوباش وبمساعدة الشماس الإنجيلي بيروزانكيان وفي نهاية القداس تم مباركة الرمان وتوزيعه على المؤمنين بعد إشعال النار في ساحة الكنيسة وبذات المناسبة المباركة احتفلت رعية ماريلياس الوهادن بعيد رفع الصليب بقداس إلهي ترأسه الأب سلام حداد وشهد الاحتفال إقبالا كبيرا من المؤمنين الذين شاركوا في الطقوس الدينية وفي ختام القداس تم إشعال النار في الساحة وتوزيع الرمان في ذكرى هذا التقليد القديم وفي شمال المملكة احتفلت رعية القديس جورج الشهيد اللاتين إربد بالقداس الاحتفالي لعيد ارتفاع الصليب المقدس حيث ترأس القداس سيادة المطران جوفاني بيترو دالتوزو السفير البابوي في الأردن وعونه في الخدمة الأب فراس عريضة كاهن الرعية وسكرتير السفير البابوي الأب جوفاني والشدائق وخدام الهيكل وسط حضور كبير من المؤمنين تفاصيل أوفا في سياق التقرير التالي استقبل الأبونا فراس عريضة كاهن رعية القديس جورج الشهيد للاتين بإربد ومجلس الرعية والشبيبة سيادة المطران جان بيترو جزيل الاحترام السفير البابوي بالأردن للاحتفال بقداس عيد ارتفاع الصليب المقدس وعلى ترتيلة يا مسيحا جئت نورا دخلوا بيت الرب لتبلش الرتبة الاحتفالية ساعد سيادته في الخدمة كل من الأبونا فراس عريضة والأب جيوفاني سكرتير السفير البابوي بمعاونة من الشدائق وخدام الهيكل وأكيد بحضور عدد كبير من المؤمنين المشاركين ركز الأبونا جيوفاني بالعضاء على معاني الصليب بحياة المسيحي بأن الصليب هو من علامة احتقار لعلامة فخر واحتزاز وعلامة نصر وقيامه كمان قادها السيد المسيح ليأكد لكل شخص مهما كان صليبه ذقيل وصعب لكن بالنهاية رح يبصر النور لكن لازم يكون عندنا قوة الصبر والثقة بربنا أكيد والإيمان القوي بـ 14 أيلول من كل سنة منحتفل كمسيحيين بعيد ارتفاع الصليب المقدس ومنرجع ومنذكر قصة اكتشاف الصليب بعدما الرومان رموا خشبة الصليب بحفرة وأقاموا مكانه معبد للإله الروماني فينوس ليمنع المسيحيين الأوائل من زيارة المكان وتكريم الصليب المقدس استمرها الوضع لسنة 326 ميلادي لما حضرت القديسة هيلانا الإمبراطورة والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير لأورشالين لتبحث عن خشبة الصليب المقدس ليتم إخبارها بأن الصليب مدفون بقرب المعبد فينوس اللي إقاموا الإمبراطور أدريانوس فأمرت بحفر المكان فعثرت على ثلاث صلبان لكنها ما عرفت أي واحد منهم صليب السيد المسيح الحقيقي فاخترح عليها البطرييرك ماكاريوس بأن يوضع أحد الصلبان واحد تلو الآخر على جثة أحد الموتى اللي كانت جنازتهم بالمكان بهذاك الوقت فلما وضع الصليب الثالث عادت للميت الحية وبعدها كمان وضع الصليب نفسه على إمرأة مريضة فشفيت بالحل ليرفع البطرييرك ماكاريوس خشبة الصليب ليراها الجميع فيرتلوا يا رب الرحم وقبل ما يتوجه الجميع لساحة الكنيسة لإشعال النار قدم الأبونا فراس هدية كتذكار من الرعية لسيادة المطران وبعدها تم إشعال النار اللي بتدل على وسيلة إعلان وتواصل أمرت فيها القديسة هيلانا بإشعالها ليوصل الخبر لابنها الإمبراطور قسطنطين على إنهم يكتشفوا الصليب بهذاك الوقت والرمان أكيد ما منساه واللي بتم توزيعه هو عبارة عن وحدة الكنيسة في حبة الرمان بترمز لحياة الخلود من الداخل مذاقها حلو لكن غلافها الخارجي مر وهذا الرمز برمز على إن السيد المسيح ذاق المر والصل ليصل لحلاوة القيامة والفرح من إربد لقناة نورسات نيفين حدد